في الرؤية الأردنية أن الذي يجري ليس فقط عدوان عسكري للرد على عملية المقاومة إنما هو عدوان عسكري له مشروع سياسي وهو تصفية القضية الفلسطينية وخلينا أقول المسار الإسرائيلي يذهب باتجاه الحل الأمني والحل العسكري ويتجاوز الحل السياسي الذي ينصف الفلسطينيين ويعطيهم حقوقه مع الأرضهم فهذه الرؤية الأردنية أن ما يجري ليس عملية عسكرية إسرائيلية فقط للرد إنما ما يجري هو مشروع إسرائيلي عسكري كما كنا نقول منذ البداية أن هذه صفقة قرن عسكرية لكن ترامب جاء بصفقة قرن مشروع سياسي لكن بايدن جاء اليوم بمشروع صفقة قرن لكن تنفذ من خلال العدوان العسكري الإسرائيلي ولذلك الإسرائيليين زي ما تفضلت في موضوع المجازر وموضوع المستشفيات وموضوع المدارس لأن التهجير وإذاء الناس وجعل غزة مكان لا يطاق للعيش هذه واحدة من أهداف الإسرائيليين ولذلك يذهبوا إلى القتل في كل مكان ليس هناك مكان آمن هذا عنوان من عنوين العدوان الإسرائيلي أن ابن غزة لا يجد مكان آمنا لا في مستشفى لا في وكالة الغوت لا في مدرسة لا في بيته ولا في مسجد ولا في دار عبادة وبالتالي تصبح غزة بالنسبة له ليست مكان آمنا للعيش ولا مكان يجد فيه متطلبات الحياة الأساسية فالرؤية الأردنية في هذا الموضوع أن الذي يجري مشروع سياسي تقوم به إسرائيل وتهدف فيه في محصلته إلى تغيير وجه غزة السياسي والسكاني باعتبار غزة جزء من أراضي 67 يعني أرض الدولة الفلسطينية لكنها تذهب بهذا المسار الأمني والعسكري لتنفيذ مشروعها السياسي وتريد بعد أن تنتهي من هذا العدوان أن تذهب إلى أيضا حل الأمني والعسكري من خلال ما تطرح أن يكون هناك قوات عربية مثلا في غزة هي تدير الأمر وهذا أمر طبعا مرفوض من الأردن بشكل كبير وكان الأردن وقف واضح أنه لن يستبدل الدبابة الإسرائيلية بدبابة أردنية أو مصرية أو عربية لأن الإسرائيل تريد من يواجه الفلسطينيين من يقمع مقاومتهم وهذا بالتأكيد خيار إسرائيلي بأس لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الدور بشكل أو بآخر طيب سيد سميح ذكرت أن هدف إسرائيل من هذه الحربية تصفية القضية الفلسطينية وبالدرجة الأولى تهجير الفلسطينيين من جديد وهذا يمس الأردن مباشرة كيف تتحضر الأردن لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ هو في نافذتين إسرائيل تعمل عليهما نتمنى أن لا تنجح في أي نافذة منهما لأن نافذة الأولى من غزة إلى مصر وهذا الذي تعمل إسرائيل عليه في عدوانها على غزة وهي تريد أن أخرجت الناس أو معظم سكان شمال غزة إلى الجنوب ثم ستذهب إلى مزيد من القصف والعدوان على الجنوب وتحويل المكان كمان إلى مكان غير قابل للحياة ثم يتم الضغط على مصر بحجة الأمر الإنساني حتى الولايات المتحدة التي تعلن أنها ضد التهجير القصري لكن الأمريكان يتحدثوا عن التهجير الطوعي الخطوة القادمة أعتقد هي تهجير الفلسطينيين محاولة التهجير والضغط على مصر لفتح المعبر وإعطاء من يريد يعني من يريد أن يخرج يخرج يعني معنى أنه ليس تهجيرا قصريا لكن عمليا شكله قصري لأنه تترك الناس أمام الموت أو الخروج لكن ما يعني الأردن هو ما يتعلق بالضفة الغربية هي النافذة العربية الثانية الموجودة على فلسطين والأردن يدرك أن هذا التفكير أيضا جزء من الفكر السياسي لحساب إسرائيلية حتى اليوم موجودة في الحكومة والأردن يدرك أن ذهاب الضفة الغربية إلى الفوضى وانفلات الأمور فيها ربما يدفع إسرائيل أيضا لاستغلال الضرف والذهاب إلى محاولة التهجير الأردن وصف الأمر وهذا الأمر ليس كلام فقط لغاية الإعلام هذا موقف أردن منذ سنوات نعلمه ونسمعه جيدا من أعلى المواقع القيادية في الأردن أن إسرائيل إذا أقدمت على أي خطوة من هذا النوع فهذا سيعتبر إعلان حرب والأردن سيتعامل معه بكل الوسائل لمنع هذا الأمر طبعا نتمنى أن لا يحدث شيء لا في السينا ولا بالضفة لكن عمليا الإسرائيليين طبعا طرف لا يمكن أن تأمنوا والأمريكان بعد هذه التجربة في تجربتهم في غزة موقفهم الداعم بشكل مطلق للإسرائيليين لم يعودوا أيضا مأمونين لأنه كانوا يتحدثوا عن حل الدولتين ثم وجدناهم فجأة وهم يدعمون إسرائيل في مشروحها السياسي وعدوانها العسكري بشكل مطلق ويوفروا الغطاء السياسي والدبلوماسي الدولي لإسرائيل فضلا عن كل المساعدات فالأردن بالنسبة له هذا الفكر وأي خطوة من هذا النوع وصفها بأنه ستعلن كأنها إعلان حرب على الأردن ويتم التعامل معها بالخطوات التي تتناسب مع هذا الوصف ترجمة نانسي قنقر